موسيقى موسيقى باسمه ايه؟ موبايل محمول هل من حق الخطيبة او الزوجة انها تفتش لهذا الجهاز الخطير المريع المروع الفوزيع ها ها هل 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 يجوز 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 طالما يجوز يوانا حبيها مستاذة ريام البنان البنان مضبوط مدرسة صح واحدك مع التفتيش هذا المحمول مع التفتيش يعني مع التفتيش وطبعا ليه كيسز تستدعي التفتيش ومش التفتيش يعني في الكيسز دي لو حصلت هيبقى في فريق عامة نشغل اه اصلا انت عندك فريق اه 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 دعاية بقى سليمان صح؟ مضبوط انت بقى ضد بقى فكرة التفتيش لا ما نفتش بقى بقى وهيك بتشتغلي منتج فاني ايو بالزبط طيب نسمع ريام يعني صاحبتنا ريام برضو في كده يلا يا ريام يا حبيبتي كده اقول لنا انت ليه حبيبتي مع فكرة ان الستة او البنت من اهم هتفتش فيه تليفون بوزة او خطبة طيب هو مبدئ ايا هو التفتيش مش في المطلق مش في اي وقت بس فيه حالات بيبان فيها الراجل يعني هو فيه حاجة غلط على اعتبار يعني ان احنا عارفين انها مش هنعمين بس هنقول حوالي 70% من الرجالة دي قناعتي الشخصية اللي وصلت لها بعد سنين يعني خانين كذبين ما بيقولوش الحقيقة يعني جبت انين سبعين يعني من سنين مش 72 او 69 او 60 احسائياتك الشخصية بالتقريب يعني ده حساتك عليك انت وصحابك اه اه ومعارف فانا دي قناعتي الشخصية انه نسبة كبيرة جدا بيخونوا وبيكذبوا وعملين دور الملايكة فانا بالنسبة لي لو بان علي ان هو فيه حاجة غلط بيعملها او ان هو بيخون انا اول حاجة هعملها اسأله بس لو الاجابة مش هي اللي باني او انا ما اقتنعتش بيها لأ انا هدور يعني انا هدور بنفسي لحد ماوصل للدليل عشان انا عمري ما هتكلم غير وانا معاه دليل هتمسكي التليفون مش فارطة على فكرة التليفون بس انا اي واسنلة اه اي واسنلة عايزة اوصل بيها ان هو فعلا بيخوني وبيستخفيني بمعانة اصح انا مبعرفش عيش مع شريك حياتي وانا مش فهمة يعني انا مش فهمة هو فعلا مخلص او او مش مخلص انا مقدرش يعني لازم ابقى متطمنة لو حسيت لأ هدور عشان اثبت له انه هو بيخوني يعني في ستات مثلا انا سمعت مؤخرة ان الستات طورت قوي ما شاء الله لا جدا خلي بالك في جهازة حطوي في العربيات يسمعوني مكلمات لا لا في حاجات كتير تعملي كده؟ عشان أثبت هعمل كده ايه يا دعاء؟ لا أنا ضد ده كده ايه بقى اللي بيحصل الستي دي بتقول ايه؟ لا ما قرارش من أنا أبدا أن أنا أفتش في موبايل جوزي ولا حطله جهاز ولا ليه أعمل كل ده؟ يعني إيه لي خليني أعود أعمل كل الكلام ده؟ بيخونك؟ لا حبيخوني أنا عرفت مين هو بيخوني شكيتي؟ شكيت فيه حسأله كذب عليك حسأله مش هيقولك أنه أنا خاين لا حسأله برضو وحفضل أسأله وأي حاجة مستخبية في الآخر جدبان مفيش حاجة بتفضل مستخبية للآخر لكن أنا قعد أفتش في موبايل جوزي وأعصابي تبوز ونفسي تتعب وأول ما يتدور أو ينام أو يدخل يعمل أي حاجة في الحياة أم جاي قعد أفتش في موبايله طب إيه الحياة دي؟ يعني ولا أنا أفتش في موبايله لا لا سانيا فيه واحد يقولك لأ أنا أبلش أن أمرتي فتش وراه بس أنا كجزة وكراجلة من حقيقة كل الباسويد عندي وأفتحه لا 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 ولا أنا أفتش في موبايله ولا هو يفتش في موبايله طب كل واحد ليه المساحة بتاعته الخصوصية لازم يبقى فيه خصوصية يعني الخصوصية أنه هو يعرف واحدة عليه كذلك لا أنا مقلتش يعرف واحدة عليها بس أنا قلت أنه هو اللي هي مساحة بتاعته تفتيش الموبايل ده هيفتح علي حاجات كتيرة جدا يعني حلاقي نفسي ممكن محادسة عادية في الموبايل انا حفهمه بطريقة تانية اي دودي بس ريهام نهار ده بتقولك برضو وجهة نظر تحتر بتقولك دلوقتي هو اكيد مش هتارف ان هو خاين انت هتعرفي مني ان هو خاين حيبان الخاين بيبدأ طيب والموبايل بس زي من كانوا بيكتشفوا ازاي الخاين الموبايل نصيره حيبان لا 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 يا عندها ادوات اخرى عندك ادوات المتطورة عن فقط الحالة كرومبو لا انا ما ادرش انا ما ادرش يعني انا وجهة نظري انا ما عرفش عيش كده مش فهمة وحتى لو عاملة نفسي مش فهمة انا ما ادرش يعني هي عايشة في إنكار لا هو مش إنكار هو سلامي النفسي اهم بكثير من اي راجل وتعيشي سلامي النفسي وبعدين انا ليه افضل طبقة على نفس وجماعنا السبوني تنفسه شوية لان الراجل من الحق ويتنفس شوية ايه المشكلة لما واحدة تقوله بجد ايه المشكلة لما واحدة تقوله انت حلو النهاردة ولا شكلك حلو النهاردة وايه المشكلة لا انا شايفة انا عادي عادي معلش م هو عادي بالنسباتك اتفرح كل واحد بقى يعمل اللي هو عني يسيبيه شوية سيبيه يفرح لنصه شوية يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا انا شايفا ما فاش حاجة لما ياخد نساحته يعني ايه مشكلة يا دعاء ازيبه يخرج ايه مشكلة يعني ازيبه يخرج مع صحابه ازيبه يرعب تستيش ازيبه يدخل فينما ازيبه يروح مصرح ازيبه يروح اندمامته ازيبه يبقى عنده زميل زميلات في الشو لك نزيبه عشان واحد تقوله يا حلو يا تعم ايه مشكلة تخيلي انت لما حد يفضل قاعد مع واحدة طول حياته مفيش اي حد تاني بيقوله كلمة حلوة يا سلام هو من حين لاخر بيحس لا انا بس اللي قصده انه من حقه انه هو ياخد شوية مساحة رجالة مش زي ستات تركبتها غير ستات الرجل بيبقى نفسه انا برج الحوت ما شفتش حد حوت عمل كده قبل كده الرجل بيبقى نفسه بجد ياخو يفرح بشبابه يفرح بشبابه على فكرة بتزهق في الجواز من المتين لا 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 الست بكائن بيحب ايوه بيحب حد واحد بس 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 ممكن يزهق بس ممكن يزهق بس ممكن يزهق انا بيحبني ومتأكدة انه هو بيحبني وانا وبس لا لا انا الفكرة انا بيحبني انا بيحبني ايه المشكلة لا لا انا بالنسبالي انا ببراعش بيه ده بتاعي لا 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 هوا دي مشكلة بقى النسي اهههه الراجل من دول تعتبروا كاتكوت تحطيته في القفص بتاعه وتحطوا الاكل والمية تكلمت حد فريدي سيبتي راح كده مش هيروحوا بقتي ازان مش راجع بقصدي بس هقولك على حاجة لو هو بيحبني حيفضل وحيفضل على فكرة انا مش بيحبني سديني لو عملت ايه؟ لو رئيت موبايل لو مشيت ورا عشرة لو مشيت ورا عشرة والله العظيم هيعمل مش عيب ان هو يسمع كلبة حلوة ما تسمعي إنتي تاي هسامناه أحيانا بتسمعه الرعد في ودانه يعني لو الله بسمعه كل حاجة بس أنا عايز أعيش في سلام وعلى فترة أنا بنذكر إن الرجالة بتكلم ستة تانية عشان تسمع كلمة قيسة يبقى بنقصه يبقى بنقص رجالة الدنيا يبقى بنقص رجالة الدنيا لا مش كل الرجالة كده وما نقداش كل الرجالة يعني بالنسبة مش أقل من 80% الرجل بيحب يبقى في ساحة حرية شوي طب أنا معانيش جمعين أنتوا جايبيني في فقرة دي اتنين اكستريمرز خلاص واحدة ما عندهاش مشكلة إن الجزء هتقوله واحد ده هتقوله يا حلو يا مدلع صباح لك ما فيش مشكلة وهو حيمش كده وحيمش راجع لأنه هم حاجة سلامها اللحظ بدل الإتراق والتانية يعني مش بس تفتيش التليفون ده تفتيش كل حاجات ومش عشان غيرة مش غيرة تعرف إنه خير ولا لأ قد ما هو ما يستخفلنيش ما يتحكش علي طب ما هيتخنق يا ماما هيتخنق من الكاتمة إستنين انت بس يا حاجة أنا هسامح يعني هدي فرصة مرة واثنين وثلاثة بس أنا لو لقيت دي حاجة فيه ما يعيش معي ما يعيش معي أنا معيش مع واحد مضطرة إن أنا أفضل طول الوقت أيوة يا حلوتي بس يعني أفتش برضو في تليفون جوزي ولا أفتش وراه لو بيانة على مال الدعاء واحد بعيت لازم أجيب الدليل مش هقدر أتكلم غير وانا معي الدليل أتو بتعيش ترفعي وجيتني يا ماما ما يعرفتيش أنا درسة حقوق أنا درسة حقوق أنا برضو درسة حقوق بس في الشريعة ولا تجسسوا مشي أوكي ولا تجسسوا إحنا في الشريعة ما في الدين برضو ما تخلوش أيزاني وإزاني أقول تليشي بس هتربع شهود وغض البصر هتربع شهود لا هم بيتي هتربع شهود ولا متخداتي أخداد ولا متخداتي أخداد وغض البصر مش إزاكي حلوة يا تعمي نصمها الفورن لا أنا ما قلتي ما يفخش ما تجسسوا إيه الفخرة دي هي بتقولك أربع شهود إنتي دوقتي الزنا بياخدوا بالرسائل النصية وبال يعني أنا روح أدور طب أنا كده قديني ثلاث حلول يعني لو أنا وصلت معجوزي لمرحلة أنا ما قصدش الإطراء بمعنى أن أنا هسيبه لكل واحدة شوية بس أنا مش عايز أوصل لمرحلة إن أنا لو خني قديني ثلاث حاجات يا أم حتصالح وابقى أنا مكسورة نفسيتي مكسورة من ناحيته وحعيش وكمل معه عشان ولادي يا أم حطلق واخر ببيتي يا أم حكتن في قلبي اللي أنا شفته وابقى مكسورة بيني وبين نفسي فما تعرفيش أصلا تعيش أحسن في سلام نفسي بدل جوزي معي وموجود وبيحبني لا لا وأرتاح وأربي ولادي وما يطلع ليش تجاعيد من كتر المرأبة لا على فكرة ممكن ما يطلع ليش تجاعيد برضو عادي ومشرتها عام علامة من المجدر ريام يا رأيك مضال تجاعيد ده لا على فكرة عادي ممكن ما يطلع ليش تجاعيد أيونا أبسانا حيجيلي ضغطو سكر وهو أبسانا تجاعيدي إلا تجاعيدي ومشتني صحيح صحيح لا أنا أنا زي مؤسس لا صداع أعيش مع واحد حسن هو بيتعني في ظهري حسن هو بيستغفرني حسن هو بيستغبني أبسانا لو ما عنديش دليل إيدانا مش لازم أنا لاجي وراه جيبه لو أنا حسيت هدور على الدليل لو أنا شكيت أو بان عليه وسألته على فكرة هو لو قال لي لو قال لي واعترفت لي بكل حاجة أنا هسامحه حتى لو الحاجة اللي عملها كانت إيه مش هيفرق معي هامبرك ما تجاعي معه زي الأول نهائي إحنا البشر لا يمكن هتفضلي تفتشي 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 لو حاجة كلها نايمة جعبه ووحي بتفتشي حسه فاسكت فقول لأما علشه هو بيحبني أيوا بس الثقة فين فين الثقة فين الثقة ما هو بيخون حبيبتي الثقة إيه هو يبقى حاجة من اتنين يا تعيشي في سلام نفسي يا تطلقي يا تطلقي طيب أنا لو بلاش عايش معي يبينك كده أنه هو بيخونني أنا هتطلق مش هكمل طيب طيب وانا يا دب يا أية بسيتي لو عندك شك أنه هو خايد هتعمي عنيك عشان تغايدك حسأله حسأله ما فيش واحد بيخون بيجاوب ومعظم يعني معظمهم لو بدأت تفتش هتبقى عادة في حياتي وحفضل تعبينه طويل الوقت أنا مقتنع بحاجة هو لو ماشي صح لو عملت إيه مش هتوصل لحيا بس مش صح أنك تفتشي ورا بني آدم لأنك هي حاجة أم حفضت خشبك هو مش وارس لو سألت وما قالش طب أنا دلوقتي طب فريدي فتشتي فتحتي التليفون وما يقتيش حاجة ضميرك هيقول لك إيه عادي جيل قبل حكوة تانا هيقول لك إيه حقول كويس ده طلعا كويس ابنها ليه طب فريدي بقى بعد ما انت دورتي خانك طلع تعلم مسلا ونمسك مسح الرسائل جاب تليفون تاني وشاله في العربية وكلم منه وانا قلتلك إن هوا الموضوع مش موبالس ده عندها وسائل دي خايفة التجايدة ودي مش تليفون بلس لله لحما حاولت إن أنت تفتشي اللي عايز يعمل حاجات هيعملها هيعملها عملها ما يعودش معي خلاص ببساطة يعني هوا الموضوع يعني أنت بتدوري عدلي عشان هو ما يعودش معي لأ خالص بدور عدلي عشان هو بيخني فأنا ما أقدرش عايش مع واحد بيخني ببساطة يعني لو واحد بيخني وبيعمل حاجات من ورايا أنا مقبلش ده ما أقدر أيوة بس أنا أستنى لحد ما الدليل يجيلي مش أنا اللي روح أجري ورا استعد اقتعد التجايد أنا مش هستنى يعني لو الدليل ما جايش بقى أنا عارفة إن هو بيخني وأكمل معي ما أنا مش متأكدة إن هو بيخني مش متأكدة ما هو أنا عشان أستريحة أنا مش هبقى مستريحة طول ما أنا حاسة إن هو فيه أيوة أنا أمشي بقى عشان أنا أثبت لنفسي إن هو راجل خيل أيوة نسمع رأي الشارع كده لو رأيكم في الشارع احنا بنسمي كده التقارير هي البابس دي بنسميها رأي الشارع تعالوا كده نسمع رأي الشارع هل أنت أو أنتم مع فكرة إنه نفتش ورا جوزي لو أنا شك فيه إنه هو بيخني أو كذا ولا لأ ده واجع دماغ والتجايد أهم من الروح النفسية أهم من السلام النفسي أهم من الخيانة الزوجية أو إنه نفتش وراء واجع دماغي لي تعالوا نشوف قلتوا إيه ونرجع لكم على طول السيتي تفتش في تليفون جوزها؟ آه معا رجالة بطبعها خينة لو شك فيه في حاجة من حقها آه المشاكل كلها بتحصل بسبب التليفون ده أصلا بحيث إنه مش من حقها يعني مش دايماً تحسسوا إنه شك فيه فيقوم فعلاً عامل ده تفتش براحية ده المشكلة يعني طالما هو ماشي سليم بس هي يعني دي عدم ثقة منها في جوزها لما تفتش لازم أن يكون هناك فيه ثقة بين الزوج والزوجة آآ ويكون فيه تعاون ومحبة وممكن آآ الاستئذان يعني واجب الاستئذان حسب بقى الراجل بقى لو هو خاف من حاجة مش هيخليها تمسكه أصلاً وهيعمل له بقى شفارات إنجليزي وصيني إنه مش تعف تخش أصلاً على التليفون لك ما هو له مش خاف من حاجة يرميه على الكوميديين وعلى الشفونين اللي عابوا عليه ألعاب وكده أنا ضد إن الستئة تفتش في تليفون جوزها لأن دي التليفون بتاعنا دي فيه حاجات خاصة بي أنا بس فهم ينفعش يتفتش فيه لا ولا الموضوع بسيط ثم الراجل واسك من نفسه وزوجته واسكة من نفسه التليفون مرمي قدام الأطفال بلعبه فيه هو نزل له سابة التليفون تفتش فيه الله لو مش واسك من نفسه هتلاقيه وأخدي التليفون هو أنام وأخده في حضنه برضو الله لو مش واسك من نفسه هيخب التليفون لكن لو واسك من نفسه هسيب التليفون والألعاب ولا شاف رنجليزي ولا شاف رسيني بس دفن طيب طيب صح؟ اخف فتشت بقى دورت مش حقا يعني اعرف طالت دلوقتي يا أستاذة دعا الزوج حضرتك قاعد انت بخلفها لا بنتك او ابنك والمستقبلين ان شاء الله انا سالا اكلال عليها يبتل العيان للصغيرين هما في القول بيكون بيتدقلك وكذا ما بيمشوش وتلعي يجري حقا مازك 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 سيب التليفون خايف يكسر اما اولا خايف يكسر انا تجمّنت اكيد انت بجد ايوه بجد انت خايفة هتريفون ايوه والله العظيم مين اللي جابت مين ما جابت النهاردة مادام دعاء علينا في البلنامج او مثلا ها تمام او مثلا قالوا ميسج ومرة واحدة ايه 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 او مثلا ايه لا مثلا ايه لا ما هي دي بقى مولفتة للنظر هاسقلوا ايه دا فيه ميسج ايه ورهالي 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 ساعتها بقى لو رفضي ورهالي ايوه خلنا في قصة تانية بقى خشي بقى علي كاسسر هاسقلوا بردو هاسقلوا قدامه قدام عنيه طب افتح لي الموبايل قدام عنيه طب وريني قدام عنيه قالك انتي بتشكي فيها هعمل مشكلة طبعا هعمل مشكلة طبعا بس بردو مش هفتش موبايله من ورا دار مش هاخد موبايله من ورا دار هاتي معك باسورد سوشيال ميديا والتليفون لا 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 ما عندي كيش طب ولو طربتها منه ورا فض هعرف ان فيه انا مش هطلوبها يعني انا مادئيا مش هطلوبها اصلا مش هطلوبها انا مش احبه فكرة ان هو يبقى حياتي لازق فيها بالطريقة دي وانا نفس الحكاية طب انا عايزة سألك سؤال هو لو فوقت الموقات شك ان انتي بتعملي حاجة او 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 اي حاجة لا اي ممكن ما عليكي انتي بالتحديد الراجل عمتا لو شك ان مراته بتعمل حاجة او بان عليها اي حاجة هيقول لا اه هي مصرها حتي هيبان هيعرف مش هيدورها هيسأله لو فيه ثقة ما بينهم هيسأله 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 والله العزيم تلاتة دي حاجة جميلة والله انا فرحونا بيكي اصلا انا ده بعمله عشان حكتين فيه تحذر كده وتجايد وفيه الثانيات معمله عشان حكتين عشان انا اللي هزعل و هتعب يعني انت شايف ان انتي لو لا قدر الله جزك شك فيكي هيسألك بس ما اعتقدش ان هو هيشك فيك ده على اساس ان الشخص انا مش بتكلم عليك انتي كمواطن دعاء سلينان انا بتكلم على الست لو الراجل شك في الست هيسألها بس لا الراجل مش هيسأله حيفتش وراه ماهل ايه بقى يا ريه هو حر بقى هو حر بقى ماهلنا حرين لا هو حر بقى عايز افتش كل الراجل بقى و الثقافة بتاعته زي الست بالظبط اللي هيفتش وراها وفيه اللي هيسألها يعني انتي مان انتي فينو جتي منين ومش هالكين ستك كل انتي مع فكرة ان الراجل لو شك في مراته من حقه انه هو يدور وراها يفتش وراها لا يسألها برضو برضو يسأل من حقه ان هو يتجسس عليها ولا يدور وراها ولا يخونها لا انا مقتنع ان لو حد يشك في التاني وسأله والطرف التاني ما قالش حقه تماما ان هو يدور هقولك ليه لان الظلم ربنا ما بيضاش بالظلم علاقك وانا بشوف ان انا لو تخنت فانا ظلم وقع علي انا لو طلقت طلق للدرر انا من حقي ان انا جيب الدليل اللي خليني اتطلق به اه بس انت كده ناوية بقى انه يتشر بقى انا بتكلم عمتا ان انا لو قررت ان انا حسيت ان هو بيخني وعايز اتطلق طلقة للدرر انا من حقي جيب الدليل طب انا هجيب الدليل دا ازاي هجيبي بقى اي طريقة طب انا كان انا داخل اجوز ولا دخل لا انا بتكلم في حالة لا انا بتكلم في حالة energy تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة طب انا I live in peace يعني لا عايز اعرف تفاصيل ولا عايز اعرف كلام ولا عمل ايه معهم لا انا ما قدرج لا اعiece اعيش مع السلامة مع السلامة اقول مع السلامة على الساس ايه انت خون تاني بايه اديه دليل على كلامك لا انا عمري ما هقول له مع السلامة الا ما تأكد وتبا بس انه حتتأكدي من ايه بيظهر الخيم مهما خبه بيظهر في ناس بتاعف و تشف انا عندي واحدة صاحبتي عندي واحدة صاحبتي برضو نفس النوع اللي هي ما بتفتش و ما بتعملاش ماسكت الموبايل في ايديها بصدفة واحدة بعتت له صورة في ايديها قدامه هو كشف هي محظوظة لا مش محظوظة الخاين مهما دار اخيانته ايه بس ايه لي تعيش مع خاين سبع تبع سنوية ممكن تفقسه تسأله من اول سنة يعني عادي خلي في عياننا الراجل الخاين اللي بيعرف متعدد العلاقات بيبقى واضحه ايتي قلت تسأله وانا قلت اول اوبشن بالنسبة لي انا هسأله بس لو ما قلتش الاجابة اللي انا خش عليها لو واحدة صاحبتك هتشوفه هيتشف في مكان انا فكرة في ايه تحويطة جدا لا 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 انا دي تزاجة في العربية وبعد ان تقول له نورة شافتك في واحدة كتقعدة جنبك في العربية حقول لها ده زميلة كنت بوصلها البيت ايه يا حبيبتي ما انتي سبت فانا هسأله لو ما قلتش الاجابة اللي انا عرفة من هي دي الاجابة مش انا ست الكل وانا ايه زفده ست الكل وبيحبي يا لاوي خلاص انا ست الكل يا لا انا حطم على الهواء مش هو عامل ده في الديرة ومقدرش يظهر ومقدرش هو انا ست الكل وانا اللي قدام كل حاجة يا ست الكل خلاص انا عجيش انا لفهم هربان طويل وقته محدش عالي وانا عيش ليه مع فار انا هربان وانا مخورة كده جبان ده انا صحيح تصدير رجل كالفار هوا جباني انت كل حاجة في حياته انت كل حاجة في حياته خلاص لو انا كل حاجة في حياته عمي وما هيبص الواحدة تانية على فكرة انا مقتنع بكده مش ربت فيه انا مش هيبص الواحدة تانية لا ان هو هو انا على فكرة انا معاقة يعني انه ايدي الزقة مش هيبص الواحدة تانية بص الواحدة تانية يبقى مالجميش وحاسبت له ايه بس فيه ستات شكاكة لا انا مش كده وفيه ستات بتفتش مثلا تسألوا ايه كنت فيني يا حبيبي فيقول لها لا لا انا مش كده على فكرة انا عادي سافري انت بتخلص الساعة 6 وقفل تليفونك لحد الساعة 11 بالليل انا ده 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 بيخنق ده بيتعب بيتعب الالوضي ايه معموكي وفعلا من 6 الى 11 هو بيعمل زي ما وردان دعاقه وهي عدم معي وهي عمارة واحفة مفيش حاجة انا دايما بيجيلي الالارم كده لما بيجيلي الالارم ده منبه خلاص اه يبقى فيه حاجة وعملي وعملي ما جالي الحاسة دي وفكرت ادور إلا ما لقيت فانا خلاص انا بيجيلك احساس طب وانا فتش ليه ما نضغط يعني استعمل دور وكيل النيابة ما عالفكرة منها قلت مش شرط مبعا انت استقاديمي كل حاجة يعني افضل ايه استقاديمي كل حاجة لو هو كدام وبعدين هرجع تقاديمي نفس القصة خلي بالك اكذابنا ايوه ينسى طيب فهيوه قصة مختلفة فهينا بقى انا حوطها من غير معلومة ايوه تبسي ده بيحسب ما انا انا قطيلك مشارة موبايل انا قطي تفاتحة اصلا التليفون ده لشان اه طبعا اطلع القراءة من السوشيلي ميديا طبعا احما عندناش وقت لأسف الشديد لانه هنا عندنا هنا يعني هنا بتشتغل في النهائة كده بالليل كده وان هوات مروح فالحلعة دي بواسط بازز خالص يعني احنا في الاخر حيلك شايفة انه التفتيش يحصل لما انا اكون شك اه ومش شرط موبايل انتي ممكن تتراكي باي طريقة با باي وسيلة انتي هتراكه يعني هتتبعه اه بالطريقة اللي حت انا بالنسباني بالطريقة اللي هترايحني اللي هتثبت لي يعني انتي ممكن تماشي ورا واحدة صاحبتك مثلا اللي اقول لك يعني مش شرط ادخل حد في وسائل متحدة انتي عايش ازاي كده انا عايش ازاي كده انتي اتراك حد انتي تعايش ازاي مواحد خاين هي دي الفكرة بنسبة 60% حتى ما نظلمش الرجالة 65% لا انتي تسعيب في المية الرجالة خاين ايو انا اه انتي تبني تخنه وانتي بقى بصوتها اه 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 اتخان وردمي محروق ليه? صحيح. واتخان ليه? هي دي الفكرة اتخان لي اعيش ليه مع واحد خاين. يعني انا انا معيش مع واحد خاين. يبقى مصر كل الهات اتطلق بقى او معظمها يعني عشان ما نظلمش برضو. يعني ليه اعيش مع واحد خاين? على فكرة فيه رجالة قليلة محترمة. وجيت نظر برضو. اوكي. بس فانا ما انا بالنسبان لي معيش مع واحد خاين. ولو حسيت هزبط له انه هو خاين وحتديه فرصة واثنين وثلاثة لو مكمل. لا 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 تعالي هنا يعني انت الوقت فتشتي وراء. فرصة واثنين وثلاثة. ايوا 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 انا قلت انا قلت اهزب. فرصة واثنين وثلاثة. يعني انت الوقت فتشتي وراء وتأكدت ان هو بيكلم صحر. بس. هتتديره فرصة. حدي فرصة. مش من اول مرة يعني هتضايق وهزع له ويخد موقف. ما ات بتفتشي ليه ستي ترى ما انت هتدتي فرصة. طيب لا معلش مع انا فيه فرق اننا انا النهار دا. مش هصل موقف? ايوا بالضبط انا حياتي كنت ل انا ماشي بالضاكرة انا مضمها فلط ايه سيديهات انا عكسي سيديهات لو انا اثبت لي من غير مفتش ومن غير اي حاجة ان هو بنا قدم خير خلاص بيت باينة واضحة كده وارتها عشان سلامي النفسي مع الف سلم لا هقولك حاجة مش عايزك انا لو عشان لما اي اخد قرار ان انا هنفاصل او ان انا هبعد فانا هبعد وانا مرتاحة الضمير تماما انا خلاص اي نو تو متش فعلا سيب بي وحصل كذا وكذا ده هيبقى الصراع نفسي امه ايه الحياة ان انا عيش معه و هو بيخني 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 و هي دي الحياة دي مش حياة برضو دي مش حياة انا بالنسبالي دي مش حياة ان انا حس ان هو خاين فعمل نفسي النايمة في موقع التبطيخ اهو خاين و انا في قاين ده انا من تجايد الموقع بطيخ لا احتلالي الفقر دي احسن يعني انا حاسة كده ان انا فقر تستباني اياه يعني شطح وبر الفكرة فنشتري بوك يعني اه يعني انا كنا عايزين بس نقول اه انه يعني هل انت كزوجك اه من حقك ان انت تفتشي فيه تليفون زوجك اه لو انت حاسة انه هو بيخونك او لو انت بتعمليها زي ما بيقولوا ايه يعني عايزة تتأكدي ان جوزك ماشي عالطريق الصحيح هو مش بيخونك مش دايما انا عايزة اجامل عني الفقرة دي في ميت البطيخ انا ما عايزة اقول رايي البرنامج انا صاحباك انا صاحباك انت بيساهم بعد معاكم من نص الصحة لو صاحباك مريك هلا خلاص يا منات ماشي انا عايزة نسمع كلام اللي هو ليست شايفة انها من حقك انها تفتش في تليفون كوزا او ليست ضد بكرة انه لا ما ينفعش افتش في تليفون زوجي احنا لمع ولا ضد ولكن احنا بقينا بنجيب اراء الدكاترة النفسيين او لايف كوتشز او الناس اللي خاصين المسؤولين عن العلاقات الزوجية اللي قررنا احنا ناخد الرأي ده ننهي بيها تبقى ملاخص للفقرة او العلم بيقول ايه فالحقيقة انه العلم بيقول انه الوسيلة الافضل هي عدم التفتيش احتراما لي خصوصيتك واحتراما لي خصوصية الاخر ولكن في حالة وجود شك او بينة لاي نوع من انواع الخيانة عليك التأكد من الخيانة دون التفتيش بمعنى اصح لازم توجه وتضغطي بنزين وفرامل بنزين وفرامل بنزين وفرامل بنزين وفرامل فرقية بوم يعترف لما هتسأي السؤال والقصة تترد عليك وتسأي نفس السؤال والقصة يبقى فيه قصة تانية وتسأي نفس السؤال وفيه قصة تالتة يبقى فيه قصة رابعة ده معناه ان هذا الانسان كاذب مع شوية ضغط تقدر يتعرفي هو بيخونك ازاي ده الرأي العلم ميت بطيخ ياه يعني انا مبسطة جدا ببقى في معدام ريهام البنان 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 انت نورت الدنيا في دنورك والله انت عسل والله العظيم شريعة انت جايدة مهلمة جدا من نزالها سلام النفسي سلام النفسي اهم من اي شيء نفسي اهم حاجة انت نورتنا عسل الزمان والله تعييات الزلق هينبسط جدا ويب بلاش يعني نركز الموضوع تخلي واحد تقول ازاك عسل ويو سكر وكده لا يروح يا حبيبتي انا عايزين وبدينا عايزين اي ولا كفلي مولا اي بدينا عايزين مشاهداتي عزيتوا بناتي على حبيبات ان شاء الله بجوكم بكرة ساعة 6 حلقة جديدة بنهيه اوه